نصلى على النبي بقى ونبدأ بسم الله فيلمنا بيبدأ بمالاري وهي بتولد وكان جنبها حبيب قلبها جزها ريس والولادة تمت على خير يا عزيزي وقعوا بقى لكل مشتاق يا رب قولوا يا رب وبعد سبع سنين ريس كان عامل حفلة صغيرة كده وبيقول للناس انه بيشكرهم على دعمهم لي الفترة اللي فاتت وبنعرف ان مالاري وعت من عالسلم وقات لها سكتة دماغية من فترة وما كانتش فكرة حاجة خالص يا عزيزي حتى ليلة دخلتها وريس قرر يعمل حفلة صغيرة ويفكرها باللي فات وبيقول للناس انه هو ابنهم بيلي من غير مالاري ولا حاجة وانه فرحان انها هترجع لشغلها وحياتها تاني وكان بيفكرها واحدة واحدة بحياتهم سوا دي بقى يا سيدي بيكون صاحبتها الأنتيم ليندا ومالاري بتسألها هو انا كان ليا اي عداء او يعني في حد كان حاطتني في دماغه ولا حاجة ليندا قلت لها انت انت ملاك وفي حد يزعل منك انت جميل ولا انت حتى ممكن تزعلي حد لا ما تقليش الناس كلها بتحبك وتاني يوم مالاري راحت تجيب ابنها بيلي من المدرسة ولما بتسأله عن يومه قال لها انه تعرف على بنت جديدة واسمها سامنتا ولما سألته عن شكلها قال لها انها لطيفة مالاري يا عزيزي محطتش في دماغه حاجة وكانت فاكرة ان ابنها بدأ يتعلم الشقاوة وشقت البنات وكانت فرحانة بيه جدا وكانوا متعودين انهم يروحوا مكان معين يوم في الاسبوة العابوا سوا يعني بعد المدرسة ومالاري كانت بتفتكر ذكراتها معاهم واحدة واحدة ولما رجعت البيت كانت قاعدة بتلعب مع بيلي وريس وبيلي بيطلع عربية جديدة ولما سألو جايبها منين قال لهم ان سامنتا اديتهاله ام قالت له يا ابن سامنتا مين وديتهالك فيه قال لها انبارح وانتوا بتلعبوا لما كنا خارجين فبيستغربوا اللي اتنين وامو بتقول له طب امها كانت معاة ولا كانت لوحدها قال لها لا كانت لوحدها وطلب منها تودي نادي التسلق تاني يوم فعلا بتوديه وكان في حي الرخم كده شبه امه بيرخب على بيلي على طول ومالاري بتشجع ابنها وبتقول له ما يسمعش الكلام الودي الرخم وشوية وبتقابل لمروري صاحب بيلي وبتسأله عن الدنيا وأخبارها معها وبعدها بتسأله على جوزها ريس وبتقول لها يا بختك بيه على طول كده بيدعامك بزي اللي انا متجوزاه صلى عنها بقى حاجة مروري الودي هايولع فيها لما تروح مالاري قطعت كلامها ودخلت في موضوع تاني بس بتلاحز ابنها واقف مع واحدة غريبة ويسهبت الولياء اللي عبلت قر عليها دي ورحيط له بس كانت مشت الست اللي معاها ولما سألته مين دي قال لها دي سامانتا قالت له أصدق أم سامانتا بيلي قال لها لأ هي دي سامانتا هي دي صاحبتي مالاري بتستغرب وبتخاف نفس الوقت وبتقول له انهم لازم يمشوا دلوقتي حالا وبتاخدوا فعلا وبيمشوا بس كانت متوترة قوي وبتسأله شافها كم مرة وبيلي بيعرفها انه شافها مرتين وانها بتسأله عن دراسته وبس مالاري بتقول له ما يتكلمش معاها تاني وبيرجع عالبيت ولما بوش شافوا زعلان سألوا مالو وبيعرفوا انهم وما كلتهش كم اللعب ومالاري بتقول له سامانتا ما طالعيتش سامانتا اللي كنا فاكرينها يا أستاذ ابنك مصاحب واحدة اتضمه وريز بيتصدم بس بعد شوية بيدخلوا هم الاتنين لبيلي وبيسألوا عن سامانتا وليه ما قالهمش انها كبيرة بيلي قالهم انتو ما سألتنش عن سنها اصلا وبعدين هي لطيفة معايا وبتبقى عايزة تعرف انا بحب اكل ايه واشرب ايه مالاري قالتلو يعني ما قلتلكش في مرة تعالى كده معايا البيت او حتى اركب معايا العربية وديك لماما وبابا قال لها لا واللي اتنين يا عزيزي كانوا قاللين جدا على بيلي ومالاري بتسأله هو انا كنت عرفها ريز قال لها مش عارف اوصفيها كده قالتلو شعراء احمر واعنيها زرقة قال لها لا ما ظنش انك تعرفيها عموما انا احاول اوصلها واعرف هي مين وعايزة ايه وتاني يوم بتروح للدكتورة وبتقول لها ان الصدع ما بيسبهاش والدكتورة بتعرفها ان ده طبيعي وخصوصه انها جت لها سكتة دماغية تلات مرات وبتطمنها انها فترة وهتبقى كويسة ومالاري بتكون خايفة تحصل لها تاني وما تفتكرش اي حاجة خالص والدكتورة بتكتب لها على علاج تمشي عليه وبتطمنها ان اللي جاي حيبقى احلى ولما رجعت البيت بتتعب شوية وبتفتكر ذكرى من الذكريات ووقتها كان بلي صغير وريس كان واقف بيتكلم مع دكتور مالاري وكان عمال يكنعه بحاجة بس يا عزيز المخرج قال لها ما تكملش الذكرى ومعرفناش كان ريس بيقنع الدكتور بايه وريس بيقول لها انها محتاجة ترايح شوية وبيقول لها لو قال انا من موضوع سمنتة ده انا ممكن ابلغ الشرطة عنا المهم انك تكوني مرتاح ومالاري فعلا بتوافق انه يبلغ الشرطة وتاني يوم بتكون في شغلها واللندة بتدخل عليها وبتسألها بتعمل ايه مالاري بتعرفها انها بتحاول تعجز معاها مع دكتور معين عشان الصداع اللي عمال يزيد وده الدكتور اللي كانت بترتاح معاه وفي الوقت ده كان بيلي رجع من مدرسته مع صاحب روري بس روري كان بيته قبل بيلي واسابه ودخل بيته وبيجي الودي ابن الرخمة ده وبيرخم عليه تاني وبيفضل يضرب فيه ولما ملقاش رد فعل الشد منه الايسكاب وجيري ابو رخمت امك وبعدها بتوقف عربية وبتنزل منها سمنتة وبتقوله انت كويس الودي ده دايما بيرخم عليك صح بيلي قال لها ماما قالتلي ما تكلمش معاك تاني فقالتلي يا عم سهلة روح انت دلوقت عشان امك ما تقلعش عليك بس انا عايز اسألك سؤال بسيط انت عندك كلبة او قطة ومش تازم يعرف ابوه وامه انه متقابله النهاردة وفعلا يا عزيزي بيلي بيرجع البيت وبيكون مالوري بيتركب كاملت مراقبة ولما سألته ليه راجع على رجله ومركبش اليوتوبيس قال لها انه كان عايز يبد عن الودي اللي بيرخم عليه بس برضو ما سابهوش في حاله ورخم عليه وامه بتقوله انها بعد كرة هتروح تاخده من المدرسة عشان الودي ده ما يدعيهوش تاني بس بعد شوية بتدخله وبتقوله انت مش عايز تقول لي اي حاجة قال لها لا قالت له انت ما قلت ليش هربت من جريفن الرخم ازاي بيلي سيكت وما تكلبش ولا كلمة امه قالت له لما اكون جاهز تعرفني تعالى وقول لي انا اعرف واحدة لو كانت مكانها كان زمان شعر الودة بتنتب في ايدها دلوقتي المهم يا سيدي الريس بيرجع من الشغل وبيوريها صورة من البلاغ اللي قدموا في سمنتا وبيقول لها ان الشرطة هتتعامل معاه وقالوا انهم هيراجعوا كاميرات المراقبة بتاعت المنطقة عشان يعرفوا لو بتروح المنطقة دي كتير يعني ولا ايه وبتوقف مع اطفال كتير برضو ولا ايه مالري بتقولوا انها افتقر الذكرى لي وهو بيتخاني مع الدكتور فبتسأله كنت بيتشد معافي الكلام ليه قال لها ان ساعتها كانت لسه خارجة من حوار السكتة الدماغية الاولى وكانت وقتها عصابه متوترة ومش بيستحمل اي كلام من اي حد وتاني يوم بتحكي الليندا على اللي حصل وانها مش مرتاحة الكلام اللي ريسأله لها على حوار الدكتور وبتقول لها كمان انها متضايقة من جافن اللي بيرخم على بيلي وعايزة تروح لامه وتقول لها تربي ابنها كويس ليندا بتقول لها انها هتروح معاها بعد الشغل ولما بيدخلوا المكتب بتكون عاملالها مفاجأة عشان عيد ميلادها وليندا بتفرح جدا وخصوصا لما بتشوف الهداية اللي مالوري جابتها لها وبتقول لها انها بتحبها وبتعتبرها زي اختها بالزبط وبعد الشغل بيروحوا للست اللي معرفتش تربي وليندا بتتخاني معاها وبتقول لها تربي ابنها بقى وتبعدوا عن بيلي شوية الست كانت رخمة اوي زي ابنها وقالت لها ما تيجي تخديرك قلمين وانت بتتكلمي زي ما عملت قبل كده وبتقول لما لوري وانت يا ست هاني قولي لابنك يرجل شوية عشان ما يحصلوش زي اللي حصلو قبل كده الله بقى احنا كده مش فاهمين كده وثبتهم ومشيت مالوري ما كانتش فاهم اي حاجة وليندا بتقول لها انها ضربت واحدة بالقلم قبل كده وده عشان دايقت مالوري وكانت وقتها لسه فايقة من السكتة الدماغية ومالوري بتشكرها على وفتها جنبها وبعدها بتروح عشان تاخد ابنها بس ما بتلاقوش بيستنيها زي ما قالها وبتفضل تسأل عليه الناس كلها ولما بتتسل على ابنها بتلاقي التليفون مقفول فبتتسل على جوزها وبتقوله ان بيلي اختفى وانها قايفة عليه جدا وبتقوله يتسل ويبلغ الشرط وهي بترجع على البيت وبتفضل تدور عليه بس برضو ما بتلاقوش وبتتسل بام روري ساحب ابنها وبتقول لها انه مجاش عندها وكلمت لامهات كلها وجوزها كان برضو بيدور عليه وبيتسل بيها وبيقول لها انه عارف المكان اللي هيلاقي بيلي فيه وفعلا بيروحوا بيلاقيه في المكان اللي كانوا متعودين يروحوا بعد المدرسة والمعلم راح واستنعوا من اكلوا وحده وبكل هدوء ابو بيقوله قلقتنا عليك يا حبيبي وبيلي بيقوله انه تليفونه فاصل شحر ومعرفش يكلمه ومحدش كان في البيت وبياخده وبيروح وبرضو يا عزيز بكل هدوء وبرود اعصاب كده امه بتقوله قلقتني عليك اوه هتمشي من المدرسة الوحدة كده تاني الودة عايز امه مصرية ربيه وتاني يوم وهي في الشغل بتتعب وبتفتكر الزكرة تانية وكانت دخل البيت بتاعها وبتلاقي ريس جزء سايب لها رسالة اعتزار وبيقول لها انه آسف وهيعمل اللي ريحها وبتسأل لندا وبتقول لها هو انا وريس تخنينا قبل كده قفاشت مع واحدة قبل كده وعرفت حاجة عنه يعني لندا قالت لها لا طبعا انتو بتحبوا بعض جدا وريس عمره مخانك ولها ما بترجع بتسأل ريسها عن رسالة الاعتزار وبيقول لها انه وقتها كان بيقضي وقت كبير في الشغل وهي كان ازعلانة منه وبعدها بتقوم وبتدخل قودة بيلي وقعدت تدور في قطه عن اي حاجة تفكرها بأي ذكرة وبتلاقي العربية اللي سمان تدتها له وكان مكتوب عليها اسم سنائي الواحد اسمه ديفيد ولما دخلت تعمل سرشة عنه بتعرف انه طفله اتخطف من امه وهو صغير وانه في عمر ابنها بيلي بالزبط وكمان بتعرف عنوان بيتهم وبتعرف انهم سكنين قريب منها وبتاخد بعضها وبتروحها لهناك ولما بتسأل عن ام الطفل بتقول لها الست دي انها مسافرة ومالري بتقول لها ان في واحد قدت العربية دي لابنها ومكتوب عليها اسم ديفيد وان هي مش مرتاحة للست اللي بتحوم حوالين ابنها والست بتدخلها البيت ومالري بتقول لها ان الست دي ممكن تكون هي اللي خطفت ديفيد وهي قاعدة معاها بتشوفة البوم الصور سامان تا وبتسأل الست عليها فبتقول لها انها صاحبة امي ام ديفيد ولما سألتها عن مكان امي وسامان تا قالت لها امي لقى الدليل جديد على الناس اللي خطفت ابنها وانها مشغولة اليومين دول وسامان تا مش موجودة في البلد الفترة دي عشان عندها شغل وبتعرف منها ان امي بلغت على الناس قبل كده واتهمته منهم خطفوا ابنها وكانت غلطانة والشرطة رفضت تساعدها من بعدها وبتقوم مالري وبتقول لها انها تتأخر على ابنها ولازم تمشي وبتروح وتاخد بلي من المدرسة وبترجع على البيت وبتقول لجوزها ان اكيد سامان تا كانت متابعة بلي عشان كانت فاكرانه هو ديفيد اللي اتخطف احنا لازم نبلغ الشرطة احسن دي شكلها مجنونة وممكن تخطف الوات ريس طمينها وقال لها ان هو هيبلغ الشرطة وهيعمل احتياطاته بس لازم تخلي بالها ومتحكيش لاي حد عن اي حاجة عشان الموضوع ما يكبرش مالري قالت له انا ما بحكيش غير لليندا وانا واسقة انها مش هتحكي لحد وتاني يوم بتقابل ليندا وبتقول لها على اللحظها الجديد وليندا بتقول لها انها تدور على امي وسامان تا على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يعني يعرفوا اي معلومات عنهم ولما بترجع البيت بتنزل الجراش وبتدور في سنة دي خاصة بيها وبتلاقي مبايل قديم وبتاخده ولما ريس وصل بتعرفوا ان ليندا بتدور على امي وسامان تا وبعدها بتحاول تفتح التليفون اللي لقيته بس ما بتعرفش وبالليل ليندا بتقدر توصل لامي وسامان تا وبتتسل بمالوري بس تليفونها كان مقفول فبيتسيب لها رسالة انها وصلت لهم وانها هتكلمها اول ما تفتح الرسالة في الوقت دا يا عزيزي بتجيلها رسالة مرقم مجهول وبيقول لها ان هو مرقبها وليندا بتخاف وبتفضل تدور في المكتب وبرى المكتب بس ما بتلاقيش حد وفتكرت ان حد من صحابها عامل فيها مقلب وبترجع توقعد تاني وتاني يوم مالوري بتسمع رسالتها وبتنزل تحكي الريس وبتقوله انها اتصلت بيها وما بتردش ريس عليها تلاقيها في الطريق رايحة المكتب البسي وروحي ولما تعرفي حاجة جديدة عبقى عرفيني عشان ابقى عرف الشرطة ومالوري بتروح بس بتلاقيها مقتولة والشرطة بتحقق معاها وبتقولهم انها وصلت ولاقيتها ميتة وانها كانت صحبتها وزي اختها وبتقولهم اني سمنتا هي اللي قتلتها الزابط قالها سمنتا مين قالت له جوزي كان عامل بلاغ فيها عشان كانت عايزة تخطف ابني الزابط بيقولها ان جوزها ما عملش بلاغ في حد قبل كده مالها رأيت له ازاي دوراني صورة من البلاغ الزابط قالها انه متأكد من كلامه وقالها انه عيروح المكتب لريس يحقق معاه ويشوف صورة البلاغ اللي بتقول عليه ده ولما بترجع البيت بتوصل التليفون المكسور باللاب وبتلاقي ان فيه رقم واحد بيكلمها كتير والكلام ده من شهور قريبة واخدت الرقم واتصلت عليه وبتسمع صوت واحدة وبتغفل السكة بسرعة وبعدها بتلاقي الرقم ده بعت لها رسالة وبتقول لها انا عارفة انك مالوري وانها عايزة تقابلها ضروري وبعد شوية ريس بيرجع البيت وبتقول له ليه تحكت علي وانت قصة ما عملتش بلاغ ولا حاجة ريس قال لها انه لو كان قدم بلاغ كان هيبقى بلاغ كاذب وزعيتها الشرطة مش هتسكت له لان بيلي موجود ومحدش خطفه وسامانتا بشافتهش غير مرتين بس وانا قلت اتصرف انا معاها عشان الشرطة متعملناش حوار وبيواسيها على موت ليندا وبالليل مالوري بيتروح تقابل الشخص اللي بعت لها رسالة وبتطلع امي اللي هي امو ديفت وبتهددها بالمسدس ولما رجبت العربية امي بتقول لها ليه تجهلت رسائل الفترة اللي فاتت مالوري قالت لها انا ما كنتش اعرفني معايا تليفون تاني ده انا شفته بالصدفة هو انت تعرفيني امي قالت لها ايوه عرفك كويس سامانتا اهاني ما خطفتش ابني سامانتا دي تبقى صاحبتي وكانت بتدور معايا عليه اللي خطف ابني انت وجوزك مالوري قتلها انت مجنونة ده مش ابنك ده ابن انا ومعايا فيديوهات وحنا ساوا من يوم الولادة امي قالت لها ابنك مات وهو صغير وانتو خطفت ابني وانت كنت هترجعهولي بس اتخانيقتي مع ريس ودخلت المستشفى فترة كبيرة وجالك ارتجاك في المخ ومن ساعتها وانا مش عارفة وصلي وبتقولها انها راحت بلغت الشرطة قبل كده بس ما كانش معاها دليل والشرطة رفضت تساعدها ومالوري كانت مصدومة وبتتسادم اكتر لما بتقولها ان ريس هو اللي قتل ليندا وانه بيقتل اي حد يساعدك تفتكر اللي فات وانه كمان قتل سامانتا وبتقولها ترجع لبيت وتواجهه وانها هتديها فرصة واحدة بس عشان هي مستعدة تعمل اي حاجة عشان ترجع ابنها ومالوري بتنزل وهي منهارة من الكلام اللي سمعته ولما بترجع بتفضل تبص في صورة ابنها وصورة ديفت ابن ايمي والمصيبة الاكبر لما بيردوا عليها من المركز بتاع الدكتور بتاعها اللي كانت بتحاول تحكي زمعام بادري وبيعرفوها ان الدكتور مات من خمس سنين في حادسة وهنا بقى يا حزيزي اتأكدت ان ريس مش ريس الملاك اللي تعرفه وبتطلع لابنها وبتفضل تبصله وهي حزينة ومصدومة في نفس الوقت وبتقرب عليه وبتقوله انها بتحبه جدا وانها هتوديه يقعد مع صاحبه روري وبتاخده على بيت صاحبه وبتقول لامه تاخد بالها من بيلي كويس واني مفيش حد غيرها تصك في دلوقتي وانها لو ما كلمتهاش لحد بكرة تبلغ الشرطة اهو يا اختي ريس اللي كان عاجبك وبتحسديها عليه المهم مالوري بترجع البيت ولما ريس بيرجع بتقوله ان بيلي بيعمل وجبه في قطه وبتسأله ايه اللي حصل لابنها اللي ولدته استغرب ريس واحدة مجنونة ابنها اتخطف وعايزة تلبسنا الليلة مالوري قالت له انت كذاب واجدبت علي في حاجات كتير قولي الحقيقة وقل لها بلغ الشرطة وطلعت تليفونها ريس قال لها بيلي مش هنا صح انت مش هتعملي كده لو كان هنا وهجم عليها واخد تليفونها ورمات وبسرعة بتضربه بالطاسة على دماغه وبتجري تتصل بالشرطة وبيرده عليها وبيسمعه كل اللي بيحصل وريس بيهددها بالمسدس وقال لها انت هبوازي كل اللي بنيته ايوه احنا خطفنا ديفيد عشان ابننا مات وانت ما كنتش قادرة تستوعيب انه مات وانت اللي قلت لي على فكرة خطف الطفل وبعدها جاتلك سكتها دماغية وانا اضطريت اقتل الدكتور بتاعك لو انه الوحيد اللي كان عارف ان ابننا مات انا عايز احافظ على عائلتنا ومش عايز حد يضيع حبنا قالت له طاب ولين ده قال لها انت اللي دخلتها في الحوار انا ما كنتش عايز اقتلها انت السبب يا هانم انت اللي عرفتيها وكان ممكن تعرف ان بيلي مش ابننا مالري قالت له احنا لازم نسلم نفسنا ونرجع بيلي لامه زعا فيها وقال لها تنسى الموضوع ده فبتزوقه مالري وبتجري منه لكن بتكعمله وبتوقع وبتفتكر انها قالت له زمان انهم يرجعوا الطفل لامه وبيطلع يا عزيز ان هو اللي خطف ديفيد من امه من غير ما ياخد رأيها ولما هددته انها عبلغ الشرطة زقها من عالسلم ابن الورمة وساعتها جالها فقدان زكيرة والبي كان مفاهيمها طول الوقت انها جت لها سكتة دماغية لوحدها وبتقوم و بتقوله انها افتخرت كل حاجة وانه كان السبب في انها تفجد الزكيرة ريز بيهجم عليها تاني وكان عايز يخنقها بس مالري بتفلت منه وبتاخد المسدس وبسرعة بتضربه وكان عادة يا عزيز الشرطة بتوصل بعد ما المصيبة بتحصل وبعد فترة مالري بتفهم بيلي ابنها بالوضع وبتقوله انها بتحبه هتفضل تحبه وبتنزل لامي وبتشكرها على وقفتها جنبها وشاهدتها في المحكمة وامي بتقولها انها مش هتبعب بيلي عنها ووقت ما تحب بتشوفه تيجيله من غير ما تتردد وبيلي بيطلع وبيسلم على أمه الحقيقية اامي وبعدها بيسلم على مالري وكانت حزينة وهو ماشي قدامها صراحة الموضوع صعب جدا وبعد سنتين بتروح معاه هو وامي نادي التسلق وكانت اتجوزت واحد تاني وكمان كانت حامل وبيخلص الفيلم على كده ما تتساش بقى اللايك وتقول لنا رايك فاكمن واشوفكوا الفيلم الجاي